ارتفع سعر صفيحة البنزين 21 ألف ليرة في يومين هذا الارتفاع وإن كان نادرا إلا أنه ليس الأول في نوعه إذ بدأت أسعار المحروقات ترتفع منذ بدء الأزمة ومسلسل رفع الدعم وأصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا بأسعار المحروقات ارتفع بموجبه سعر صفيحة البنزين 13 ألف ليرة ليصبح 475 ألف ليرة وكانت وزارة الطاقة قد أصدرت الثلاثاء جدولا رفعت بموجبه سعر البنزين 8 ألف ليرة اليوم شدنا ارتفاع إضافي لصفيحة البنزين أنه ما ننسى أن صفيحة البنزين 100% بيتأمن الدولارات لاستيرادة من قبل مصر في لبنان وفقا لمنصة صيرفة صيرفة كان سعر المحدد بجدول التركيب أسعار مبارح 22.200 للدولار اليوم ارتفع سعر صيرفة لـ 22.850 ليرة مما أدى إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 13 ألف ليرة وصارت تنكة البنزين 475 ألف هذا له علاقة بتعديل سعر صرف الدولار واللي ارتفع بمنصة صيرفة 650 ليرة وفي ظل تصاعد الأحداث العسكرية والأمنية في العالم ومقاطعة النفط الروسي وإقفال مصفطي نفط في ليبيا تسارعت الأحداث لتزيد من تخوف الأسواق الدولية من شحن إضافي في كميات النفط المتوافرة ما أدى إلى ارتفاع سعر البرميل في العالم فكيف ترجمت هذه الأحداث على ارتفاع سعر صفيحة البنزين في لبنان طبعا مثلنا مثل كل دول العالم عم نعاني من انعكاسات الحرب الديرة بين روسيا وأوكرانيا ومشين هيك نحن شفنا التصعيد العسكري اللي عم بيصير بأوروبا إضافة إلى الإعلان عن أن صادرات النفط الروسية اتراجعت 7.5% من أول ما بلشت الحرب لليوم إضافة إلى كل المشاورات اللي عم بيصير بين دول الاتحاد الأوروبي ليخدوا قرار لمقاطعة استيراد النفط من روسيا وإجا فوقهم خلال يومين الماضيين أنه في أحداث عسكرية وأمنية بليبيا قدت إلى أقفال مصفتين أساسيتين واللي خلت تراجع الإنتاج للنفط الليبي يتراجع بحدود الـ 600 من الـ 650 و700 ألف برميل يوميا هذه الأحداث كلها تتساوى خلت برميل النفط يرتفع بخلال أسبوع من تحت الـ 100 دولار للـ 114 دولار مما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات في لبنين إذن ما من صقف لارتفاع سعر البنزين فبين ليلة وضحاها قد تنام على ارتفاع 8 ألاف ليرة في سعر البنزين وتصحف اليوم التالي على ارتفاع بقيمة 21 ألف ليرة زهراء فردون قنة الجديد